أرحب من جديد بفضيلات العالم الجليل أصوات الدكتور عليكم أهلا بكم أهلا بكم المحطة الأخيرة ومسك الختام كان الإمام الليث بن سعد وما تابعنا الآن في هذا التقرير فماذا يقول عنه وختاما يعني لهذه الرحلة في الدكتور يعني أنا عايز أقول على الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه أنه كان بدر التتمة وإمام الأئمة الله كنت عايز أقول عنه أنه شمس الضحى وقطب الراحة الراحة دي اللي هي اللي بنتحن بيها الأمح ونتحن بها حبوب لازم يكون فيها قطب علشان ما تتحركش هنا وهنا وتعرف أنها تطحن هو اللي مسك الراحة فهو لو لا القطب ده ما كانش فيه طحين ما كانش فيه فايدة فإحنا بنتعامل مع هؤلاء الأئمة على أنهم قطب الراحة يعني علشان بس الناس لما تسمع الكلام ده شمس الضحى وقطب الراحة شمس الضحى مضيئة ونافعة ودافئة للأبدان ومذهبة للأمراض شمس الضحى وقطب الراحة أدي ملخص ما نستطيع أن نقوله في النهاية عن الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه وهو منور مصر إلى الآن اللهم أمين